في إطار التمييز بين اليهود والصهايين كثير من الناس تفجأون تصريح يشياهو بنتو الحخام الأكبر للطائف اليهودي وربما كان الرئيس السابق للمحكمة اليهودية لدعافه مع الصهايين والنصر والتمكين فكثير من الناس يتسألون وشهد سيد هذا يهودي مغربي أو أنه متصهين داخل قالب اليهودية المغربية هو ليس متصهين هو صيوني الحخام يشياهو بنتو جاءنا من المستوطنة سديروت أو أشدود وأشدود في ميناء عزكري في الكيان الصيوني وهو حخام مقدس عند الجيش الإسرائيلي وفي الحريديم طواعف المتطرفة في الكيان الصيوني فهو حخام إسرائيلي من أكثر الحخامة المصروني في إسرائيل وملياردير رجل أعمال كبير جدا في إسرائيل وفي نيويورك جاء به قبل سنتين ونصف تقريبا بعد زفة التطبيع إلى الدار البيضة وتم استقباله في المعبد اليهودي بحضور والي الدار البيضة وسيرج بيرديغو مسؤول الطائفة اليهودية وقدم على أنه سيكون حخام أكبر القرار الرسمي ما زال ما كنش لدفع بالمناسبة أنه يكون حخام أكبر بل أنه خرج في منابر إعلامية موالية للتطبيع من بينها أنه لك خلاف داخل الطائفة اليهودية المغربية حوله شخصي بنتو قبل سنة ونصف ممكن ترجعوا لآن تعملوا خلاف داخل الطائفة اليهودية على واشيوشيو بنتو يكون حخام أرجع لي دابل الدعاء هو قام بصلاة في المقبرة اليهودية في الدار البيضة قبلها أسبوعين ورفعه في الدرعة لأنه ينتصر الجيش تسحال جيش الدفاع الإسرائيلي جيش الحرب الصهيوني الإرهابي على الفلسطينيين في حرب غزة بالمناسبة هذه ليست المرة الأولى رمشي غريشيو بنتو اللي كرفع الدعاء كانوا نس خروح لا الحقها في الكنيس في الربط بحضر وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس نوفمبر 21 زيارة ديون المغرب طبعا رفع الدعاء داخل الكنيس وفيديو موجود إلا كان الكلام الذي قيل عنه فيهو بنتو نشرف الإعلام الإسرائيلي قبل أوسبوعين ما عندناش فيديو نشرف الإعلام الإسرائيلي ونقلسوا منابر إعلامية مغربية أما بني جانس الفيديو موجود ونحن في المرصد الذي نترجمناه من العبرية حرفيا الدعاء بحضرة وزير الحرب بني جانس اللي الآن هو عضو في مجلس الحرب الإسرائيلي الآن الآن يقتل في الأطفال الآن إذن الدعاء دي الحاخام في الربط استجاب له الرب بين قوسين قتل 14 ألف نسفهم أطفال ونساء مزيان هذا يسائل الحاخام والطائفة اليهودية نسائلهم مشكلة بالمسؤولية الوطنية اليهودية المغربية تقول لي أنت كذكرها اليهود ما كان ينكره كما يقول الشكل الذي يرفع الدعاء مع وزن الحرب الصيوني القتال بيني جانس المجرم طيب رفع الدعاء طرحنا السؤال لماذا ثالثا استقبل رئيس الأركان للحرب الإسرائيلي أفيف كخافي في المعبد اليهودي في مرحب يلبزة العزكري يلبزة العزكريا يلبزة جاكي كادوش في مركش ومع الحاخان في مركش هذا لهم درع الجيش الإسرائيلي بمعنى أن يقول لهم أنتم تحت حماية الجيش وقبلوا ذلك الدرع أنا كانت أطرح سؤال مع سلطة ديلنا واذا هذه الإجراءات وهذه الأمور يتم الاتفاق مع الدولتين فيها أم لا الدعاء مع بني جانس وتقديم الدرع الجيش الإسرائيلي في المعبد اليهودي في مركش بالبزة العزكريا ولهذا أطرحنا السؤال في مجموعة العمل وفي المرصد مع طائفتنا اليهودية في المغرب هل هذا الأمر قد تقوم به بشكل عادي أم أنكم تسقطون في فخص هيوني لأن يتم مقار سنتكم كيهود مغربة مقيمين في البلد مغربة وتصبحون جالية إسرائيلية تابع المكسب الاتصال ويتم الالتفاف حتى على زفة طبيعية التي يقول عنها بوريطا رعاية أمير المؤمنين في إسرائيل اللي هما تقريبا 800 ألف فيصبح مغربة صهاينة إسرائيل وأسرارة اليهود المغاربة وبالتالي ما قاعدنا نحتشي يهودي مغربي كل شيء يقول لإسرائيلي معكم شي يهود مغربي في المرصد دسي أسيد معنا جاكوب كوهين المفكر المعروف الكاتب الأستاذ المناظر ضد السيونية المعروف الفرنسي المغربي الجنسية وسيون أسيدون كان أحد الذين حضروا تأسيس المرصد قبل عشر سنوات 2013 ثم معنا علاقات مع يهود في العالم مناهضين للصيونية وبالتالي نحن كمرصد مناهضين للصيونية ماشي اليهود ماشي اليهود ماشي اليهودية اليهودية ديانة من اعتنقها فقد اعتنقها الله سبحانه وتعالى قال وقل حقكم ربكم فمن شأف اليومين ومن شأف اليكفور هذا الله سبحانه وتعالى أنا مغلش ندي الحارس على عقيدة شي واحد لكن تنقول الصيونية إرهابية عنصرية احتلالية دموية وكل من اعتنقها وانتم إليها فهو عدو